موسيقى تعهد رئيس الأوكرانية بلودمير زلناسكي بأن تواجه بلاده العملية العسكرية الروسية حتى النهاية وقال زلناسكي في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال أن كييف لن تقدم أي تنازلات أو تسوية بشأن الأزمة وضف الرئيس الأوكرانية أن كييف سمضت بقوة على مدى الستة أشهر الماضية وسوف تستمر في القتال لاستعادة كافة الأراضي الأوكرانية مهما بلغ الثمن من جانبه قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياك أن بلاده وصلت إلى مرحلة شن الهجوم من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا بما في ذلك شبه جزيرة القرنة وأضاف بودولياك أن الجيش الأوكراني يستخدم أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أجل التركيز على تدمير مستودعات الأسلحة الروسية وأهداف أخرى لدفع روسيا إلى الانسحاب مشيرا إلى أن الهدف من الحرب هو استعادة حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا بشكل كامل قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن تباطئ وطيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد وأرجع شويجو خلال اجتماع لوزراء دفاعة منظمة شينجهاي للتعاون المنعقد في أوزباكستان أرجع هذا التباطئ إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين مشيرا إلى أن موسكو اقترحت العديد من المبادرات لحل تلك الأزمة نحن اقترحنا تضافر المجهودات الرامية لإحلال السلام واستدباب الوضع في أروا ولكن الولايات المتحدة رفضت الالتزام بالضمانات الأمنية الروسية بشأن الوضع الحيادي لأوكرانيا وأيضا تجهلت بنسبة لنا المسائل الخاصة لعدم التواصل شرقا وتخلى عن إجراء منورات عسكرية قرب حدود الاتحاد الروسي وكشن حرب هاجنة اخترت أوكرانيا للتحقيق هذه الآلية العسكرية أو ورقة العسكرية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تبادلت كييف وموسكو مجددا الاتهامات حول تعريض سلامة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية للخطر هذا ودعت الأمم المتحدة إلى وقف كل الأنشطة العسكرية حول محطة زابوريجيا في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا منذ بداية مارس لا يزال الوضع على ما هو عليه ما بين موقات قصف تتبادل موسكو وكييف لاتهامة بتنفيذها وتحزيرات أممية ودولية بكارثة قد تكون مفجعة فخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تبادلت كييف وموسكو مجددا الاتهامات حول تعريض سلامة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية للخطر في وقت دعت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى وقف كل الأنشطة العسكرية حول هذه المنشأة المندوب الروسي فساليا نبينزيا أكد أن تعامل الغرب مع قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيا عبثي مؤكدا أن كييف تقصف محطة زابوريجيا يوميا الأمر الذي يهدد أوروبا بأكملها موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوريجيا لطاقة نووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة والوضع تدهور فيما يتعلق بسلامة نووية خلال الإسبوعين الماضيين اتهام روسي قابله رد أوكراني سريع حيث أكد السفير الأوكراني لدى مجلس الأمن أنه لا يمكن لأحد أن يتخيل أن تسادف أوكرانيا محطة للطاقة النووية مما يخلق خاطرا هائلا بحدوث كارثة نووية على أراضيها روسيا لديها مرة أخرى الجراءة على عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث استفزازاتها وأعمالها الإرهابية وأعرب عن أسف لخسارة الوقت في الاستماع إلى كم من هائل من التصريحات الوهمية وبينما تتبادل موسكو وكييف لاتهامات جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو التأكيد على ضرورة أن يعمد الطرفان إلى وقف كل الأنشطة العسكرية حول المحطة النووية وتجنب كارثة قد تكون بمسابة عمل امتحاري أكدت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الأتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر وأشهدت ديرلاين في تصريحات لها بتضحيات التي يبدوها الشعب الأوكراني مشددة على أن أوكرانيا تحارب من أجل الحفاظ على سيادتها وحماية حريتها وأضافت أن الدول الأوروبية فتحت أبواب مدارسها لأكثر من ثلاثة ملايين طفل أوكرانية حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة لحين عودتهم إلى وطنهم بمجرد انتهاء هذه الأزمة وفي إطار الدعم الغربي لكييف أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بنحو ثلاثة مليارات دولار وأوضح البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل بموجب المساعدات الأمريكية على أنظمة دفاع جوي ومدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات من دون طيار ورادرات وأكد البيت الأبيض أن المساعدات الجديدة ستضمن لكييف القدرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا ووقف انتهاكاتها المتكررة للأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر منصة القرم حيث أكد بلينكين أن الولايات المتحدة ستستمر في التأكيد على أن شبه القرم والمناطق التي سيطرت عليها روسيا هي أوكرانية قالت وزيرة الدفاع الشيكية أن بلادها قدمت معدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار كورونا تشيكية إلى أوكرانيا وأوضحت مصادر الشيكية أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي أرسلت الشيك معدات عسكرية لأوكرانيا بينها دبابات وطائرات وقاذفات صواريخ وقطع مدفعية أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن أوسلو ولندن ستزودان أوكرانيا بشكل مشترك بطائرات صغيرة بدون طيار لمساعدتها في حربها ضد روسيا وأضافت الوزارة في بيان لها أن الطائرات من تراز بلاك هورنت وتصل قيمتها أكثر من 9 مليون دولار مشيرة إلى أنه يتم استخدام الطائرة بدون طيار للاستطلاع وتحديد الأهداف وكذلك يصعب اكتشافها من جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن وولس أن هذه الطائرات بدون طيار المتطورة ستساعد في منح القوات الأوكرانية تقدما حيويا في ساحة الحرب أعتقد أنني سأبحثم في المتطورات قبل أن أفعل شيء ما يحدث ولكن هذا بالطبع... موسيقى 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 إذن دخلت الأزمة الأوكرانية الشهر السابع مع تجديد الدول الغربية الداعمة لكييف وروسيا لهجماتها إزاء النزاع الأزمة لم تعد روسيا أوكرانية بل أصبحت صراعا عالميا معقدا ومتشابكا من حيث التدعيات والتأثيرات ستة أشهر مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستة أشهر تغير فيها شكل العالم وتعددت الأزمات بل أصبحت نقطة تحول في العلاقات والتوازنات الدولية ورغم المحاولات الحسيسة لرأب الصدع ووضع حد للأزمة التي أتت على الأخضر واليابس لا نهاية تلوح في الأفق مع تمسك الطرفين باستكمال الصراع البداية كانت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عندما أعلن الرئيس الروسي بوتين إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا دفاع عن منطقتين لوهانسيك وتونيتسيك التي اعترف بهم عشية بدء العملية العسكرية المرحلة الأولى للتحرك الروسي تركزت على استهداف مختلف المناطق الأوكرانية وخاصة محيط العاصمة كييف التي عمل روس على محاصرتها وتطويقها ومع تصاعد وطيرة الدعم العسكري الغربي لكييف بأسلحة نوعية رغم التحذيرات الروسية المتكررة من مغابرة ذلك أعلنت موسكو بعد نحو شهر من بدء العملية العسكرية دخول المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية والتركيز على تحرير دونباس الشرقية وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد عبر تقدمها الميداني هناك مسيطرة على معظم المناطق في حوض دونباس الاستراتيجي ولا سيما مدينة ماريبول بعد معركة دامية وحصار طويل على مدى شهرين لمصنع أزوفستال الذي كان آخر معقل للقوات الأوكرانية فيها وبعد سيطرتها على بدينة لسيت شانسيك الاستراتيجية شرق أوكرانيا أعلنت روسيا سيطرتها بالكامل على كافة مناطق لوهانسيك في الثاني من يوليو الماضي كما نجح الروس أيضا في التقدم جنوبا وفي السيطرة على غالبية المناطق على الشريط البحري الجنوبي على بحري أزوف والأسود ومن أهمها مقاطعة خيرسون التي أحكمت السيطرة عليها في السادس عشر من مارس الماضي بما أتاح للقوات الروسية السيطرة على رئة أوكرانيا البحرية والتحكم بحركة الصادرات والواردات منها وإليها كما أن السيطرة على خيرسون فتحت الباب أمام الربط البري بين الأراضي الروسية مرورا بإقليم تونباس وإلى شبه جزيرة القرم وبعد أشهر من النزاع وتحديدا في الخامس من أغسطس القاري دخل استهداف المواقع النووية على خط الأزمة حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية جنوبي أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية بعيد بداية الحرب ما بات يهدد بواقع كارثة نووية قد لا تقف سمومها عند تخوم القارة الأوروبية فقط وبينما تتواصل العملية العسكرية شرعت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي في فرض حزم متصاعدة ومتتالية من العقوبات على روسيا والتي تسببت في حدوث أزمة اقتصادية عالمية طالت أمن الطاقة والغذاء في العالم بأسره إلى ذلك تتواصل الأزمة التي دخلت شهرها السابع لكنها لم تعد أبدا روسية أوكرانية فقط بل أصبحت صراعا عالميا في انتظار حل ينقذ أطراف الأزمة والعالم بأسره من تداعيات قد لا يحمد عقبها هذا ويواجه العالم العديد من الأزمات الاقتصادية بسبب العمليات الروسية في أوكرانيا وعلى رأسها أزمتي التضخم والطاقة ووفقا للتقرير الأولي للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي اليوروستات فإن التضخم الذي تتعرض له منطقة اليورو يعد الأعلى منذ عام 1997 خلفت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على مدار ستة أشهر مضت أزمات اقتصادية تمثل تهديدا مدمرا للاقتصاد العالمي فالحكومات والشركات حول العالم تشعر بالآثار الاقتصادية التي جاءت بعد عامين فقط من تأثير وباء كورونا على التجارة العالمية فعلى إسر العملية العسكرية خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.2% متراجعا عن توقعات السابقة في يوليو من عام 2021 بأن يكون 4.9% أسعار النفط العالمية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008 ومحاولة خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسيين أو حتى تحديد سقف لها تسببت في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينيات تداعيات العملية العسكرية الروسية وصلت أوروبا ودخلت من بوابة ألمانيا التي قررت وقف تفكيك محطات الفحم لتفادي أزمة الطاقة لديها خلال فصل الشتاء القادم لتنتد إجراءة التغلب على أزمة الطاقة إلى باقي دول أوروبا بفرض غرامات لإلزام مواطنها بتوفير الكهرباء الأسميدة والمعاهد والطاقة كان لها نصيب من تداعيات العملية العسكرية والعقوبات الغربية على روسيا لتسجل أسعارها زيادات حادة ينتج عنها أزمة غزاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي أزمة غزاء تسببت أيضا في تضخم غير مسبوق يضرب منطقة اليورو ليسجل رقما قياسيا يصل إلى 8.9% ويصدر المكتب الأوروبي الإحصائي للاتحاد تقريره بالإعلان عن أن هذا التضخم يمثل الأعلى منذ أن سوكلت منطقة اليورو في عام 1997 وتصبح بالتبعية بريطانيا في قلب الأزمة المتصاعدة وسط أكبر الزيادة في تكلفة المعيشة لديها منذ عام 1982 الأزمة تدخل منحنا جديد في القارة الأوروبية برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما بمبلغ أكبر من المتوقع وذلك في سعيه لمكافعة التضخم المرتفع مع توقعات بارتفاع آخر في سبتمبر الأزمة أطلت على باقي قارات ودول العالم فقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة توقعاتها بأن يصل ما يقرب من 181 مليون شخص في 41 دولة إلى معاناة من أزمة جوع هذا العام أزمات وتداعيات شعر بها سكان الكوكب خلال ستة أشهر فقط من تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لتصبح الآمال منصبة على متى تنتهي الأزمة وتعود معها الحياة إلى ما قبل الرابع والعشرين من فبراير على أقل التقديرات موسيقى 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 اشتركوا في القناة طالبت المنظمة الدولية للهجرة بضرورة تقديم المساعدة للنازحين في أوكرانيا وبحسب مركز أعلام للأمم المتحدة ووفقا لمسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا فقد فر حوالي 28% من النازحين داخليا في أوكرانيا والبالغ عددهم 6.8 مليون شخص من منطقة خاركييف كما أكبر أكثر من 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان في أماكن أخرى وأيضا التماسا للحرية والحماية في الخارج